تحت عنوان المعالجة النفسية للشباب من خلال فن الرسم افتتحت منظمة بيث النهرين للمرأة المعرض الفني الأول للرسوم حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الحكومية بالإضافة إلى ذوي المشاركين لهذا المعرض والذي قدم لأبنائهم المعالجة النفسية الملموسة بدأت فكرة المشروع العلاج النفسي من خلال الرسم بداية 2014 أيام التهجير على يد داعش بدأت الفكرة من هناك كنا بالأقليم وكان بمساعدة منظمات دولية أنه ننشأ هذا المشروع لاحتواء الأطفال المتشاردين واللي كانوا ساكنين بالمجمعات والخيم أنه نحتموهم في بيت حتى يعيشون جوء عائلي وكنا نعمل هذا المشروع من خلال الرسم يعني العلاج النفسي من خلال الرسم مستمر حتى بعد العودة في سهل نينوة طبقناه في كل سهل نينوة قضاء الحمدانية نحن اليوم دائما يعجبني أنا بصراحة مثل هالنوع من النشاطات اللي هي تهدف الأطفال استهدف الأطفال أكثر شيء حقيقة نحن بعد ما طلعنا من أحداث داعش ونفسيات كلها محطمة فأكيد محتاجين أحد يأخذ بدينا وخاصة الأطفال تدري يعني هم شيء خاص بعد حساسية مثل هاي تأثر على تربيةهم على دراستهم مستقبلهم لذلك احنا دائما نحاول نسوي مثل هالنشاطات هاي النشاطات تستهدف أنه تغير نفسية الطفل يعني كدعم نفسي يكون إلى مثلا الرسم الأشغال يدوية يلتهي بشيء موهبة فهي عبر من خلالها على كل ما موجوده بداخله تخلل افتتاح المعرض مسرحية اجتماعية من إعداد وتقديم المشاركين والمشاركات بالإضافة إلى مسرحية كوميدية استطاعوا أن يقدموا رسالة أن العلاج بالفن وسيلة لتخفيف الضغوط النفسية على الشباب كانت هذه الدورة دورة ممتازة لأن ابنتي كانت تعاني من أزمة نفسية وخاصة الظروف التي مرهنا بها بأيام الدواعش وأيام الدراسة حاليا فمرت بظروف جدا صعبة فكانت لها نوع من الكآبة ونوع من النعزال عن الأهل وعن الطالبات وعن إلى آخره فبعد ذلك هذه الدورة قامت بمعالجتها نوعا ما نفسيا عند مشاركتها وعند خروجها من هذه الأزمة طبعا كانت لها موهبة نقول نحن متفونة فأصبحت أخرجت هذه الموهبة عن طريق الرسم وعن طريق الموسيقى وعن طريق أظهرت هذه الموهبة ومنظمة فنون رسمية يعني علمونا كثيرا على المشاهدات علمونا على كثيرا مشاهدات فنون الرسم علمونا على الرسم وعلى صحاب شون تماشي علمونا على تخريج وعند دراسة علمونا ونلتزم بالدراسة يعد هذا النوع من النشاطات المميزة التي تسهم في تحسين نفسية الشباب وتفريغ الطاقات المخزونة ودمجهم في المجتمع من النشاطات المهمة تعد هذه النشاطات المهمة التفاعلية التي تسهم في تحسين نفسية الشباب المشاركة في هذا المعرض لبرنامج صباح الخير يا عراق عماد الأمين الموصل اشتركوا في القناة